السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ستكونوا بخير يظهر الموضوع الساعة الأيام هذه في تونس زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوي لتونس والموضوع يكون دعم تونس مبلغ 900 مليون أورو دعم مشروط بالمسألة بتاع الهجرة الهجرة الغير شرعية من تونس لأوروبا خاصة من تونس سلطاليا ومع هذه الاصلاحات الهيكلية اللي يجبها تقوم بها تونس واللي شرطتها مش شرطتها النقد الدولي صندوق النقد الدولي مش شرطه لكن أقلانيا تونس يجبها تعمل إصلاحات حتى لو كان صندوق النقد الدولي معناتها أعطها شوية إملئات نرجع للحكاية الهجرة وهي أهم أهم موضوع في هذه الحكاية فما وعد أنه تصير مساعد للتونس 900 مليون أورو اليوم مبلغ حسب معناتها المشاكل المالية التي تمر بها تونس والحجم الموضوع اللي يحكيوا فيه مبلغ متواضع وتنجل نقول زهيد عليش ساعة تونس مش تخلص قريب ثلاثة مليارات فوائد على الديون اللي ماخذتها فوائد مش شطة معناتها عليش على خاطر فما كومباونت انترست اللي هي الفايدة المتراكمة تخلق لك مع انتها بابل كبيرة مع انتها اللي في المالية يعرفوها انت بش تخلص البرانسيب أصل الدين ومعها الفايد احنا تراكمت علينا الفوائد والتي توصلت لثلاثة مليارات الحجم المالي ثلاثة مليارات دولار مليار دولار وبش يعطيونا تسعمائة مليون 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 معناتها بش يغطيو ثلاثة الفايدة على الدين اللي احنا بش نسدوه لالفين ثلاثة وعشرين ولالفين واربعة وعشرين السنة اللي قادمة مه وسمحني الحكاية متاع الهجرة هذية فهمتونا شنية الميكانيزم الاليات والبرامج اللي مش نعملوها كل شيء في المهموتة تنجم تكون حاجة به هي لتونس إذا وحتى قانونين قانون دولي فهمة البلدين وعندها الحدود متاحة الهجرة الغير الشرعية رأي هجرة غير مقننة ويعاقب عليها القانون وكذا وكذا يجبنا نفهموا لن يكونوا موضوعية أي مكان المهاجر يكون تونسي وإلا غيره خرج من نقطة حدودية من تونس ومشي الأوروبا هم يحبوا يرجعوه لتونس هم يحبوا يرجعوه لتونس تونس كيف تعمل بهم بساعدهم بساعدهم إذا يجبنا نحن نحن الوجيستين نحضروا الأماكن خطر مجمع قول باش تخليهم في المدن وفي تحضر الأماكن اللي فيها مستشفيات وفيها المراكز الإيواء يجب متاحة تتحضر تتبنائي يجبهم لهم فلوس يجبهم لهم شركات تجمع بشركات تونسية تجمع بشركات أوروبية بتأكد الفلوس اللي هم يعطيهم بنامناهم من العبور اللي مستعبوا ترجعهم و هي في تونس شي زمن أن نعملونه بعد هي مش بشأننا نتوقع بشأننا نوطنوهم غديك رأي يزمن فلوس باش نرجعهم البلدانهم و برامج واضحة بشرجعهم البلدانهم و كيفاش انتم بشتعرفون المهاجدين غير شرعيين خرجوا من نقطة حدودية من تونس هم بلا شراء حتى بشيفة هين هم يقولوا لكم أنا خرجنا من تونس تتراجعوهم من تونس فهمونا سعادة حاجة بيه لتونس ممكن النجم تكون إذا البرنامج يكون واضح والناس اللي بش تجيه لتونس مثلا من البر موش بش تستوطنوا بش تاخد عليهم تونس فلوس تسوي لهم وضعيتهم القانونية بش سير معتها فرز حالة بحالة حسب الملفات فهموشكون ممكن مش يرجع قانونيا فهموشكون يجب يرجع نقودش في تونس معناتها يجب فهمو مدة قانونية معينة للناس اللي بش ترجعوهم وليمهم مش تونسة وبالنسبة للتونسة اللي بشيهوا غديكة وش تسير ترحيلهم راهو أمور قانونية معتها غفيهاش قانونية معتها فيهاش غلط الهجرة راهي مهاج حق مكتسب فما بلدان ما تتسهل فما بلدان راهي تسكر وتونسي زمها توا الساعة بل ما انتي حدودك ساعة حدودك أمنها سكرها وإلا بش تكون احنا عنا الريبيتاسيون بتاع أن البلاد هذه راهي قاعدة تقبل في المهاجرين ويجاوا بش يتركزوا غديكة والأوروبيين مش عطيهم فلوس وهمتكم بلافة غديكة ويجاوا ليه أنا يظهر لي يظهر لي الشرط أنه يكون تونس تحمي حدودها قبل مش معتها أي انفلتراسيون تصير من تونس راك تونس انتي مش تتحمل التبعات معتها يجب مكترج تونس وقتها ساعدة هنا لا تصير أي انفلتراسيون وفي نفس الوقت يجب أنها تجفف هي منابع الهجرة الغير شرعية عن نحن ويجبنا إمكانيات لنا إمكانيات لوجيستية وتقنية وفنية وتشريعية يجبنا يوضحونا معناة المسألة هذه هذا المشروع المشروع وإلا مشروع أنه يجيب عندي وخليهم طنطليبيو فاهمونا سيد الرئيس حضرات المستشارين فاهمونا مش ما نغلطوش وما معناتها ما تصيرش الأخطة معناتها كالعادة خطر المعلومات رأي ماش ديما المعلومات خاصة من رئيس الحكومة وماش معتها معلومات واضحة في المهموت هذه حاجة مهمة موضوع مهم مصيري وفيه جانب من الأمن القومي للبلاد وعندها كيفية لا تحكيش فيه سيد الرئيس للتوانسة وتفسريننا بالضبط معتها شنوه المقترحات منتاع الجانب الأوروبي وشنوه أنت زادة مقترحاتك يزين من الدبلوماسية الفارغة السلام باي باي ان شاء الله ربي قادر الخير